بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي التلاميذ الصف الرابع لابتدائي أهلا بيكم وسهلا في درس جديد من دروس مادة الدرسات الاجتماعية هندرس إن شاء الله مع بعضينا الدرس الثاني وهو بعنوان التراث الثقافي لسكان بلد بدعوكم لعمل سبسكرايب أو اشتراك على الكنان مع تفعيل زر الجرس لكاسلكم كل جديد طبعا أولا نمازج من التراث الثقافي المصري قبل ما نتكلم في موضوع الدرس لازم لابد أن نعرف إيه يعني إيه التراث الثقافي إيه معنى التراث الثقافي أقول له كل ما تركه الأجداد من أماكن تاريخية وأسرية من فنون شعبية من صناعات حرفية من قيم وتقاليد اجتماعية طبعا إحنا عارفين إن الشعب المصري شعب عريق شعب عظيم يمتلك تراثا ثقافيا واعتبر هذا التراث جزءا من الهوية الوطنية المصرية عشان كده هو يجب علينا المحافظة إيه على هذا التراث والاعتزاز به يبقى أنا فهمت التراث الثقافي هو كل ما تركه لنا الأجداد من أول حاجة أماكن تاريخية وأسرية زي الأهرمات وأبو الهول طيب إيه تاني؟ فنون شعبية زي لعبة التحطيب أو ديف الصعيب زي عندنا مثلا الصناعات الحرفية اللي هو صناعة إيه؟ صناعة الأوان الفخرية كمان في عندنا قيم وإيه؟ وتقاليد اجتماعية هل يوجد تراث ثقافي مميز في كل منطقة في مصر؟ طبعا موجود في كل منطقة وكل مكان في مصر لها تراث ثقافي مميز من هذه المناطق طبعا أنا عندي هنا دي شبه جزيرة سيناء كمان عندي مودن القناة وعندي الصعيد اللي يعتبر الصعيد وكمان طبعا إيه؟ الصحاري اللي هو إيه؟ اللي هو البدو أو واحد سيوة وكمان عندنا إيه؟ النوبة أول منطقة هندرسها بالنسبة للتراث الثقافي واحد سيوة بمحافظة مين؟ بمحافظة مارس مطروح أشهر المناسبات اللي هو إيه؟ حاجة اسمها عيدة السياحة وده عيد حصاد التمور والزيتون طيب ويعدان يعد هذا الحصاد اللي هو حصاد التمور والزيتون ده يعتبر مورد أساسي لإقتصاد الواحة التاريخ؟ تاريخ الاحتفال إمتى؟ أقول له فيه منتصف شهر إيه؟ شهر أكتوبر من كل عام طيب أهميته إيه؟ مهم في إيه؟ طبعا بيجزب هذا الاحتفال الكثير من السياح الاستمتاع به لذلك أطلق عليه عيد السياحة طيب إيه السكان؟ السكان طبعا تراثهم بيرتبط بالبيئة اللي بيعيشوا فيها بيرتدون الملابس المحلية زي ما احنا شايفين ده هذا الملبس هذا الملبس ده ملابس إيه؟ ملابس واحد إيه؟ الواحات وخاصة واحد سيوة يرددون الأغاني التراثية ويقيمون موائد الطعام لكل إيه؟ لكل السكان بالنسبة لللهجة اللهجة لهم لهجة خاصة مشتقة من اللغة الأمازيغية المنتشرة في بلاد المغرب العربي يبقى بلاد واحد سيوة أو واحد سيوة لهم لهجة خاصة دي مشتقة منين من اللغة الأمازيغية؟ طيب عندهم في واحد سيوة أعياد؟ آه عندهم أعياد اللي هو عيد مين؟ عيد الحصاد حصاد إيه؟ حصاد التمور والزيتون ودول اعتبر مورد الأساسي الاتصادي الوحي يعني كل الناس بيشتغلوا غالبا فيه التمور وإيه؟ والزيتون طيب التاريخ بتاعه إمتى؟ في منتصف شهر أكتوبر المهم في إيه؟ إن هو بيجزب السياح طيب السكان ليهم ملابس معينة؟ آه طبعا ملابس إيه؟ معينة ويرددون إيه؟ الأغاني التراثية ليهم لهجة معينة؟ آه ليهم لهجة معينة إيه هي اللهجة؟ أقول له إيه؟ اللغة إيه؟ الأمازيغية أو مشتقة؟ لاجتهم مشتقة من اللغة إيه؟ الغية الهيئية طبعا لازم أكون فاهم ديه دي موجودة فين منتشر أصلا في بلاد المغرب العربي عندنا كمان التراث الثقافي بالنسبة ليه؟ النوبة بمحافظة أسوان يعتبر التراث الثقافي النوبي جزءا أصيلا من الحضارة المصرية القديمة أشهر مناسبات اللي هو إيه؟ اليوم العلامي للنوبة بيحتفل السكان بهذا اليوم لإحياء التراث والثقافة النوبية طب اتريه بتاع الاحتفال ده إمتى؟ يوم 7 يوليو من كل إيه؟ من كل عام طب السكان تقامل لإحتفالات والمهرجانات ويرتدي السكان الملابس إيه؟ المحلية ويرددون الأغاني التراثية النوبية طب بالنسبة للغة طبعا دي الملابس إيه؟ الملابس النوبية الأصيلة طبعا بالنسبة للغة ينفرد أهل النوبة بالتحدث باللغة النوبية يبا احنا قلنا واحد سيوى اللغة بتاعتهم أو اللهجة بتاعتهم مشتقة من اللغة الأمازيغية لكن أهل النوبة لهم لغة خاصة بهم اللي هي اللغة إيه؟ النوبية دي بيحرص السكان على الحفاظ عليها وتناقلها بين الأجيال وهي أقرب اللغات إلى لغات لغة المصريين القدماء يعني اللغة النوبية قريبة خالص للغة المصريين القدماء طب أهمية هذه اللغة طبعا هذه اللغة لعبت دورا مهما في انتصار الجيش المصري في حرب ايه؟ في حرب اكتوبر سنة 1973 استخدمها الجيش كشفرة للتواصل بين مين؟ بين قياداته والفرق العسكرية اللي موجودة فيين؟ اللي موجودة في سينة طيب متحف النوبة طبعا أنشأته منظمة اليونسكو في أسوان سنة 1997 لعرض التاريخ والحضارة النوبية إيه؟ القديمة أو العريقة جيم مدن القناة اللي هي مدن القناة السويس والإسماعيلية وبور سعيد أشهر المناسبات أقول له مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية ده يعتبر أشهر المناسبات بيعتبر الاحتفال دوت جزء من التراث الثقافي المصري بتتنوع فيه الاحتفالات والأزياء المصرية المختلفة أنا أريدكم تعرفوا حاجة في عندنا هنا في الإسماعيلية أو في مدن القناة عموما بيشتهر سكان مدن القناة باستخدام آلة السمسمية اللي هي الآلة اللي قدامنا دا بيشتهر سكان مدن القناة برقصة اسمها البنبوطية الفلكلورية الشعبية دي بيشتهروا بيها مين؟ بيشتهروا بيها سكان مدن القناة يبقى أنا هم حاجتين عندي أعرف أن مدن القناة اللي هي السويس والإسماعيلية وبور سعيد أعرف إيه كمان؟ أن هم بيشتهروا أو بيشتهر سكان مدن القناة بأن هم بيستخدموا آلة السمسمية طيب كمان بيشتهر سكان مدن القناة برضو برقصة اسمها رقصة البمبوطية ماشي؟ الفلكلورية الشعبية دولة طبعاً تلات نؤقت دولة أفهمهم عن مدن القناة طبعاً بالنسبة للفنون الشعبية صعيد مصر طبعاً اللي هي محافظات الوجه الإبلي الفنون الشعبية السيرة الهلالية السيرة الهلالية دي منتشرة في أو بين سكان الصعيد بإنشاد السيرة الهلالية على لسان الراوي ويعزف على آلة الربابة نركز طبعاً إحنا قلنا في آلة اللي هي آلة السمسمية دي بتشتهر بها مدن القناة وعندي كمان آلة الربابة اللي هي بيشتهر بها أهل مين أهل الصعيد في عندنا كمان متحف أو متحف السيرة الهلالية دي أنشأته الدولة في محافظة قناء نركز في دي يبقى عندي متحف السيرة الهلالية أنشأته الدولة في محافظة دي كان سنة 2015 للحفاظ على هذا التراث طبعا في عندي حاجة اسمه فن التحطيب زي ما احنا شايفين الرجل اللي هو احنا بنشوف طبعا في المسلسلات وفي الأفلام فن التحطيب مع أهل الصعيد وطبعا ده أحد الفنون الشعبية الشهيرة ويعتبر إحدى وسائل الترفية في الصعيد التحطيب عند المصريين القدماء طبعا بيرجع التحطيب إلى المصريين القدماء ويوجد على حائط معبد الكرنك في الأكسر لوحة منقوشة تمثل للإله حرس وهو يعلم الملك أمنحوت بالثالث فن التحطيب التحطيب ده أدرجته نركز فيه يا جماعة خلي بالكم من دي التحطيب أدرجته منظمة اليونسكو على قائمة التراث العالمي سنة 2016 كأحد الفنون التراثية العريقة نركز فيه يا جماعة التحطيب ده أدرجته منظمة اليونسكو على قائمة التراث العالمي خامس منطقة اللي هي شبه جزيرة سيناء العادات والتقاليد العادات والتقاليد اللي موجودة فيه شبه جزيرة سيناء طبعا بيرتبط تراث أهل سيناء بالعادات والتقاليد اللي أهمها أول حاجة إكرام الضيف أهل سيناء إكرامهم للضيف دي عادات عندهم وتقاليد عندهم تقاليد الاحتفال بالزواج والأعياد والموليد والاحتفال بعودة المسافر السكان طبعا زي ما احنا شايفين في الصورة هون أن السكان بيحرصوا على ارتداء الزي التقليدي في تلك المناسبات ويكمونا حفلات إيه؟ حفلات السامن حيث الرقص وإيه؟ والغناء بالنسبة لللهجة طبعا لهجات قبائل بدو وسيناء تميل إلى اللغة العربية الفسحة يبقى اللاجة بتاعة أهل سيناء تمام؟ دعا بتميل إلى اللغة العربية الفسحة طب أشهر المناسبات أول حاجة سباق إيه؟ سباقات الهجن ودي سباقات الإبل يبقى دي تعتبر سباقات إيه؟ الإبل ودي رياضة تراثية شهيرة زي ما احنا شايفين هنا في الصورة دي طبعا ده اسمه سباقات إيه؟ الهجن أو الإبل يعني أهميتها بتسهم في تنشيط إيه؟ تنشيط السياحة حيث يحضرها العديد من الوفود العربية للمشاركة في السباق ثانيا دور التراث في دعم الاقتصاد الوطني هل التراث ده بيدعم الاقتصاد الوطني؟ طبعا هنشوف دلوقتي أنه هنشوف أهمية التراث الثقافي من الاقتصاد أول حاجة بنشط السياحة تاني حاجة توفير فرص عمل للشباب الحاجة الأخيرة اللي هي إيه؟ زيادة الدخل إيه؟ الدخل القومي طبعا وبيتم ذلك عن طريق مين؟ عن طريق إقامة المهرجانات والمعارض اللي بما فيها من عروض إيه؟ فنية ومنتجات إيه؟ تراثية إنشاء العديد من المتاحف أو المتاحف التي تجذب إيه؟ تجذب السياحة ثالثا تقاليد المصريين في الاحتفالات إيه؟ في الاحتفالات قديمة ارتبطت معظم الاعياد عند المصري القدماء بمواسم إيه؟ بمواسم الزراعة وحرصوا على تسجيل مظاهر احتفالهم بإيه؟ بالاعياد على جدران المعابد ومن أشهر الاعياد عندهم الاحتفال بعيد شم إيه؟ شم النسيم تمام؟ من أشهر المأكلات الأسماك المملحة اللي هو الفسيخ البيض الملون والبصل ثاني احتفال اللي هو عيد رأس إيه؟ رأس السنة وده عيد رسمي للدولة في مصر القديمة وكان بيحتفل به في واحد توت أول شهور السنة المصرية القديمة بتستمر الاحتفالات به لعدة أيام كالتالي اليوم الأول بيعملوا إيه في اليوم الأول؟ بالذهب إلى معابدين معابد الآلهة وكان يأخذون معهم الخبز والكعك والفطائر طيب باقي الأيام يذهبون إلى المتنزهات ومن أشهر مأكلاتهم البط والأوز والأسماك بكده ننتهي من شرح الدرس الثاني التراث الثقافي لسكان بلدنا أدعوكم لعمل سبس كرايب أو اشتراك للقناة انتظروني في حل الأسئلة إن شاء الله أحللكم الأسئلة بتاعة سلاحة تنميز كلها وبتاعة الكتاب المدرسي وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته